السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة انطلبت مني كتير جدا وهي سلسلة ازاي نعمل حملات مدفوعة على سناب شات اكيد كلنا عارفين ان سناب شات هي من احدث منصات التواصل الاجتماعي اللي ظهرت مؤخرا وبدأت تنافس فيسبوك وتويتر وجوجل في الاعلانات بتاعتها بسبب عادل المستخدمين بالنسبة للدول العربية او ممكن على مستوى العالم المماكة العربية السعودية هي اكتر دولة بتستخدم سناب شات لأكتر وقت في اليوم كمان عدت الاحصائية انه استخدامهم لتويتر زي ما احنا كنا عارفين ان تويتر في العربية السعودية هو الاول لا حاليا بقى سناب شات هو الاول وان لم يكن تقريبا مستخدم سناب شات بيعدوا بعض دول اوروبية كبيرة اللي بستخدم سناب شات لو بنعمل مقارنة بينهم فاحنا اقول للمحاضرات دي احنا هنعرب بس احنا مش هنتكلم سناب شات لو انواع اعلانات كتير ماشي في اعلانات في اعلانات ينفع ان هي تتعمل انت تعملها بايدك هو نوع واحد تقريبا اللي هي من المنصة بتاعتهم اللي هي فلتر الفلترات تمام في باقي اعلانات تانية في الويب فيو ابل استور الحاجات دي في حاجات لازم للأسف يعني اللي تتواصل مع الدعم الفن بتاعهم وهم اللي يعمل لك ايه اللي يعمل لك الحاملة دي احنا مش هنتكلم على الحاجات اللي لازم تتواصل معهم عشان يحطو لك فيديو مثلا او صورة لازم تعمل الدزاين وهم يقولوا لك يعني يوافقوا معاك وتتواصل معهم كده يعمل لك عادي كأنها شغلانة فيش اي شركة انك بتطلب بحد يعمل لك حاجة معانا فبتتواصل معهم عن طريق الدعم واليميل بتاعهم بس احنا في الدورة دي هنتناقش الحاملات اللي هي اللي بتتعامل من خلال المنصة بتاعتهم هناخد زي نعمل التصميم بتاعها المأسات بتاعتها هناخد زي نحطها زي نحطز المنطقة طبعا في ديوال يعني مثلا لو انت في مصر لو انت في مصر وبدت تدخل على الموضوع الاعلانات ده مش عارفه ومقفوله ولا مفتوح يقول لك لا انت الدولة دي مش متاح انك تعمل اعلان فيها فانت الحل انك بتستخدم اي برنامج VWN وتدخل تعمل به عن الحامل الاعلانية بتاعتك فاحنا في الكورس ده ان شاء الله هنبدأ نتعرف على من اول ايه النوع ده ازاي بنعمله التصميم بتاعه ازاي بندخل نعمل الاعلان نفسه ونحدد الميزانية ونحدد المنطقة وكل شيء هنشرح بعض الحاجات المحاذير اللي احنا لازم ناخد بنا منها وكده هي هتبقى مجموعة فيديوهات زغيرة يعني 3 او 4 فيديوهات هيلبوا الموضوع ان شاء الله على قناة اليوتيوب بتاعتنا انتظرونا ان شاء الله في المحاضرة الجاية من قوله محاضرات الكورس ولو حد عنده ايه استثارة او ايه تنوية حابب يقوله قبل ما نبدأ او عايزنا نركز على حاجة معينة ياريت يقولها ما عندش مشكلة على تويتر على سناب شاء على تويتر على الانستجرام على الفيس على اليوتيوب اي منصة اللي احنا متواجدين عليها منتظرين استثاراتكو واي شيء انتو حابين توجهنا بي احنا تحت امركو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته